نروح لنادي الزمالك ومسؤوله نادي الزمالك هيعمله اجتماع مهم جدا مع ملاك نادي بيرامدز المتواجدين في مصر حاليا عشان موضوع عبدالله السعيد الزمالك خلاص خد قرار هنجيب عبدالله السعيد بس طبعا ده قرار نادي الزمالك قرار بيرامدز ايه؟ ده اللي هيحصل او هنعرفه في الاجتماع اللي عامله مسؤولي نادي الزمالك بملاك بيرامدز الحسم هذه الصفقة المؤكد ان عبدالله السعيد رغبته الانتقال لنادي الزمالك ده مؤكد عبدالله عايز يروح نادي الزمالك بس بالتأكيد نادي الزمالك يريد وعبدالله يريد والقرار الاول والاخير هيكون عند بيرامدز حتى هذه اللحظة لسه مداش قراره جزول فريرة الموديل الفني لنادي الزمالك عمل جلسة مع اللاعبين قبل مران السلساء قال لهم ان فيه تأثير من بعض اللاعبين وهدد باستبعاد اللاعبين المقصرين وقال انه هيعتمد بس على اللاعبين اللي بتدي بشكل قوي جدا وهيستبعد المقصرين كمان فريرة طالب اللاعبين بالتركيز بشكل اكبر وقال له هيكون هناك رد فعل قوي من جانبه يكشر عن أنيابه في الراحة مضارب قوي جدا يكشر عن أنيابه بصراحة وانا قلت رح لكم كلام ده مبارح لا يبدو انه فيه تقصير واضح من كثير من اللاعبين بصراحة يعني حقاقا للحق اللاعبين دول اللي كانوا رجالة جدا الموسم الماضي اللي عملوا موسم ملحمي الموسم الماضي لعبي نادي الزمالك في الموارات الأخيرة فيه تقصير بصراحة لأ معنا دايما تتقال وهم فوق نقول عليهم فوق ونديهم حقهم وزيادة حتتين لما يبقوا مكسرين هنقول بس اللي بيعملوه أنه فيه تقصير وبس